رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف اطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأزمة واعتبرت مصر القرار خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين واتحت الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية مطالبة بضرورة التنفيذ الفوري لأطلاق النار بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة وأكدت أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت